أقدم مسلح في محافظة عمران على قتل والده وشقيقه وإصابة والدته وشقيقته بجروح في جريمة مروعة هي الخامسة من نوعها في مدينية القفلة بمحافظة عمران خلال أسبوع واحد وقالت مصادر محلية أن الصالح باقي العمودي قتل والده وشقيقه وجرح والدته وشقيقته بنيران سلاحه الشخصي جراء خلاف بينهما وتشهد المناطق الخاضعة لميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية تصاعدا ملحوظا في جرائم الاعتداء والقتل الوحشي بحق الأقارب حيث نسب أغلبها إلى مسلحين على صلة بالميليشيا الحوثية وأرجع التقارير يمنية الأسباب إلى ثقافة تمجيد الموت والحض على الكراهية التي تزرعها الميليشيا الحوثية في أوساط أتباعها إلى جانب الضغوط النفسية بسبب توقف الرواتب وانسداد سبل العيش الكريم